تركيا. قررت اطلع تركيا لمدة اسبوع. اروح مدينة اوزنجار. تركيا هلفها كلها لفة جميلة جدا. وتعالوا نروح نشوف مع بعض. اول مدينة هطلعها من مصر. هطلع من مصر هلف تركيا كاملة زي ما انت هتشوفه في خريطة دلوقتي. تركيا خطوة بخطوة. اول ما اطلع هاختم باسطنبول. خلين نشوف تركيا جزء 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 مع بعض. هشوف الطيران كلفته كام? هطلع من مدينة ايه? مدينة ايه? هركب ايه? سعره كام? كام ليرة? كام? كل حاجة خطوة بخطوة. اول مدينة هبدأ بها هي مدينة اوزنجار. او مدينة هنطلع منها. ومنها ممكن لكم نعمل حاجات كتير جدا. ممكن نطلع الى جورجيا منها. ممكن نطلع مدن تانية. طبعا هنروح طبعا اوزنجار. مدينة جميلة دي. هوريكو زي ما شايفين في الصورة الحلوة دي. كل حاجة خطوة بخطوة. يلا بينا نشوف اوزنجار مع بعض. ونشوف ايدر والمدين كهير جدا. يلا بينا نشوف الاسعارة. طيران من مصر لتركيا. مدينة شرم الشيخ زي ما انتم شايفين الى اسطنبول بالف جنيه من مطار شرم الشيخ. والطيران مباشر. خلينا نشوف مع بعض الطيران الداخلي او ممكن ازاي نوصل مدينة مع بعض. سمية سبعة وتلاتين جنيه تمانية طيارة من مطار اسطنبول الى مطار على طيران التركي وده طيران مباشر. زي ما انتم شايفين من اسطنبول الى او نفس التاريخ نفس كل حاجة. دي الطيران مدته ساعة ونصف هنشوف في طريقة تانية لو عايزين تسفروا بالاوتوبيس. لو عايزين تسفروا بالاوتوبيس من اسطنبول الى زي ما انتم شايفين ده شكل خط السير او قدامكم بتلاتاشر دولار. يعني ايه تلاتاشر دولار طيبا? تكلموا في ميتين جنيه. والطيارة فمس مية جنيه بس ده سبعتاشر ساعة. دي طريقة من الطرق اللي نسافر بها. خلانشوف الاقامة دلوقتي في خطوة بخطوة. دخلت عموقع نفس التاريخ ونفس كل حاجة طلعت لي اقل حاجة ممكنة بخمسمية واحد سبعين جنيه. وفيه بتمنمية جنيه. الفندو ده عن تجربة شخصية. انا قعدت فيه شخصيا اربع نجوم كان حلو جدا الفطار حل. وبيعمل رحلات باسعار زعبلية جميلة جدا. هتشوفها في الصور. الاسعار تقريبا ممكن بما يعني الميتين جنيه عشر دولار اتناشر دولار وهتروحوا اماكن جامدة جدا. فممكن تعودوا هنا ليلة او ليلتين تعملوا منها الرحلات وترجعوا تاني للفندق زي ما هتشوفوا في الصور دلوقتي. ده شكلي وانا رايح المطار طبعا اسمي دي الرحلات بقى يا جماعة بالاسعار بتاعتها هتشوفها في الفيديو وكل الرحلات هكتبها لكم في ودي الاسعار بتاعتها. الميت ليرة تقريبا يعني ميتين جنيه. ده خط السير ده بيكتب. دي الرحلة من الرحلات والابليكيشن ده بيقول لي كل خط سير انا ممشي عشان ما انساش طبعا. طبعا دي صورة من لها انا اخذنا الصورة من فوق. رخيصة الاكل حلو جدا. كل حاجة اللي ممكن تعودوا فيها ممكن تعودوا في المكان ده وممكن تعودوا في ترابزون كمدينة. انا عدت الفندق لاني كان قريبا بالمطار بيعمل رحلات حلوة جدا باسعار روعة جدا. الرحلة بتاعت وزانجول دي تتكلف في حدود ميتين جنيه مصري. بالزبط تسعة وتسعين ليرة. بتصوش شابانا عن استجرام وليوتيوب ستة وتسعين دول حول العالم.